موسيقى مشروع من أحد مشاريع الغرفة الفتية الدولية بدمشق مؤتمر العلاقات العامة سياقات هدف للتعريف الصحيح بمفهوم العلاقات العامة وممارسة المفاهيم من خلال ورشات العمل يلي قيمت ضمن عنوين متعددة موسيقى هذا المشروع بيضوي على مفهوم العلاقات العامة وكمان بيضوي على أهميتها بسوق العمل وكيفية تطبيقها على أرض الواقع المشروع هذا بدأ بمرحلة أولى كان عن طريق ورشات عمل كانوا تقريباً بحدود سبع ورشات حاولنا نربط النقاط بين الورشات من خلال علاقة كل ورشة عمل مثل إدارة الأزمات أو إدارة التفاوض أو المسؤولية الاجتماعية نربط كل ورشة من الورشات هاي بالعلاقات العامة ودورها اليوم الغرفة الفاتية الدولية مهمتها هي أنه تعطي الفرص التطوير للشباب لحتى يعملوا تغيير الإيجابي بمجتمعاتهم ومن هذه الاستراتيجية العامة أو رؤية العامة نطلقت اليوم من خلال أربع نطاقات اليوم نحن عم نشتغل على تحت نطاق اسم نطاق الأعمال الأعمال اليوم الحرة هي كتير مجال تركيز لبلد خارج من أزمة اللي كنا نحن مرنين فيها بعشر سنين واليوم الشباب الفريلانسينج هن لازم نحن نركز عليهم الاحتراناتيون القوة الاقتصادية الفعالية ممتازة ومتشكر عليها الغرفة الفاتية الدولية حقيقة شغلة كتير حلوة جمعت طبعا بين الأساتذة والمدربين والمتدربين والشباب اللي هو حاليا في طور إعادة أعمار العقول والحجر أيضا مع بعض من البعض فبالتالي اللقاء أنا من رأيي تكرر دوريا كتير حلو أنه نجتمع مع الطاقات الحلوة مع الشباب الزراف مع الأساتذة زملائنا كتير كتير حلو هذا ملتقى حواري جميل جدا خلال المؤتمر قدمت شهادات تدريبية للطلاب ودرع تكريم لقناة سمى الفضائية لرعاية الأعلامية لمؤتمر العلاقات العامة سياقات تكريم الرعي الأعلامي لمؤتمر كونتكس قناة سمى الفضائية بهدف تطوير نطاق الأعمال يلي بحق ازدهار بلدنا سوريا شباب حلمت وفكرت بمشروعة واستهدفت فئات عمرية شبابية مقبلين على سوق العمل قدمت لنا الخطوات والطرق الصحيحة ليكونوا دايما بالطريق الأفضل